النجف العميق التراثي الذي هو جزء من هوية المواطنين النجفين وجزء من ثقافة العالم العربي مر على هذا السوق الكثير من العلماء الدين وعلماء الاجتماع وحتى الرحالة. هذا السوق ساهم بشكل كبير برفض الحركة الدينية والأدبية والثقافية بالمدينة يعني بوقت كان الكلين مثلا ممنوع الطوسي ممنوع كثير من الكتب ممنوعة هذا السوق كان يوفرها بطريقة الاستنساخ ومن ضمنها أنه تعاقب وبعض الكتبيين الموجودين هنا أصحاب المكاتب في سوق الحويش استنكروا تلك النوايا التي ستؤدي إلى أحداث شرخ كبير بين المجتمع على حسب وصفهم كون هذا السوق يمثل إرثا حضاريا وتاريخيا يعبر عن هوية المحافظة عدم اهتمام الجهات المعنية بهذه المسألة وعدم مبالاتها يحزب النفس ويسجل بالتاريخ نقطة جدا سوداء في الحفاظ على التراث والمكاتب والعلم وبدل هدم السوق طالب الآلاف من أبناء المحافظة بأعادة ترميمه وتحويله إلى متحف بدل هدمه غير المدروس الذي سيكلف المحافظة خسارة إرث تاريخي لا يعوض من النجف طهر العساف قناة الفلوجة